شكده النهاردة أنا جاي أتكلمك ما انتش لوحدك بكلم النوعيته من الناس بكلم صاحب الإمكانيات والمواهب الجبارة المواهب الاجتماعية والمواهب الثقافية والمواهب اللغات ومواهب معرفة الناس والصحوبية وكده خلاص هذه المواهب مش هتديك شبعة وحتحس سنك لوحدك بالرغم من عندك الإمكانيات أنت تحتاج إلى القائد الأعظم اللي هو المسيح وتحتاج إلى شركة مؤمنين وتحتاج إلى إمكانيات وبكلم حد تاني عنده إحباط في نفسه أنا الوحدي ما عنديش إمكانيات أنا الوحدي ما عنديش حاجة وأنا معرفش أم أحباط أقول له لا 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 بتقولش كده أنت أيضا مدعو أن يكون قائدك المسيح أنت مش لوحدك فسواء بتتكلم في الإحباط ما أنتش لوحدك سواء بتتكلم في الإمكان ما أنتش لوحدك تعالوا بنا نتفي إحنا فريقين ما فيش ثالث في واحد حاسس بنفسه واحد مش حاسس بنفسه ما عندي ناش في النص خالص قسم نفسك أنت فين بإنك وبنفسك لا أنا حاسس أنا أنا بعرف أتصرف لا قول أنا ما بعرفش أتصرف أنا محتاجك واحد يقول أنا غالبان ما عرفش أتصرف خاص لا أنت محتاج المسيحي خليك زال إذن إحنا كلنا متفقين أنه قائدنا ونقول له كده إن لم يسر وجهك أمامنا فلا تصعدنا ما تحرقناش ما تقومناش إعلن احتياجك لي ما هي بركات أنك يكون لك المسيح قائد مش راسك مش فكرك مش زكائك مش إحباطك البركات واحد يقول إيه وجهي يسير فأريحك من إيه من التفكير الكتير يا أبا من مشاهر الإحباط إنت تنجع حتفرق أمشيه السايد أقول لهم إيه أعمل إيه خش يمين ولا خش شمال لأ بص أنا هقول لك كده عشان يقول لي كده فأرد كده فأديله كده يا عم تدماغك فأرقعد هي يا بنت مالك في إيه خلاص شايلة ليه من قطر التفكير كيف تدبر الأمر لغاية النهاردة من تشمقتنع إن ليه كبير بابا يعني يا أخي مش بابا ماما ولا ماما مسيح بابا وماما نملا اتنين يا عم مسيح هو قائد اقتنع هو قائد أول بركة أنه يريحك من تفكيري كثير دي واحد اتنين العشر عمرك ما تحس إنك لوحد على فكرة ما فيش حد على مستوى الكون كله عيش لا يا أبون أنبابا أول السواح عاية سبعين سنة عاية سبعين سنة لم يرى وجه إنسان بس بيشوف المسيح كل يوم هي طبعا نحن لا نستطيع أن نحب مفردنا عاية سبعين سنة مش مهم لكن لما شافش يا ربنا يموت مستحيل ايه بقى معايا آخر يعزيني فرح قلبي يشبعني يسمع صوتي أسمع صوته ياخد ودي معايا طبعا يديني ثقة في نفسي يمناني بالرجاء يمشي معايا كل الخطوات يديني السقة هدي بركات دي نمره اثنين نمره ثلاث هذا القائد لو أنا مش عايشت واحد يبقى معاه ضامن لي السماء السقاء بتاعك ده ايه لا يموت احنا اللي احنا مش بيموت القائد لا يموت خالص